أنهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس وبتمويل من السفارة القبرصية دورة أساسيات فن الخياطة ضمن سلسلة تدريبات تعقدها من خلال مشروع أرزاق أحد مشاريع الاستدامة التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والذي يهدف إلى تدريب المستفيدين من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف على مهارات الحياة والمهارات المهنية وتم تخريج خمسة عشر سيدة من هذه الدورة برعاية سفيرة قبرص في الأردن نفسيكا كروستي أمين عامل هيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح أكد على الدور الذي تقوم به الهيئة من تدريبات تعتبر ضمن مشاريع التنمية المستدامة والتي تدعم المجتمعات المستضيفة أيضا واللاجئين السوريين بهدف تخفيف الأعباء عليهم وبدئهم بمشاريع خاصة بهم اليوم من خلال تبرع من الحكومة القبرصية وبتواجد ساعة السفيرة دولة قبرص حضرنا تخريج لخمسة عشر سيدة ما بين أردنيين ولاجئين سوريات لتعليمه على مهارات الخياطة بمدة الدورة عشرة أيام وبستين ساعة معتمدة أنهوا مدة الدورة وحصلوا على شهادة تخريج بالإضافة إلى ماكنة خياطة لمساعدتهم بالبدء بإنتاج مشروعهم وإنتاج الملابس وما يحتاجوها من المنزل على أمل أن تكون هذه وسيلة لعيش كريم لهم سواء كان للأسر العفيفة الأردنية أو للاجئات السوريات نشكر حكومة قبرص على هذا التبرع وأيضا هناك دورات أخرى سيتم تزويدها من هذا التبرع بخلال مشروع أرزاق الذي هو أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ويتكون المشروع من عدة جلسات حيث حصلت المستفيدات من المشروع على تدريبات مكثفة من فترة عشرة أيام بمعدل ستين ساعة تدريبية من قبر خياطة محترفين على أساسيات وفن الخياطة وتم تخريج فوج من السيدات اللواتي أتممنا الدورة بنجاح حازم السردي الحقيقة الدولية